عايزين كده يعني مبدئياً كده رأي حضرتك في اختيار المدير الفني كارلوس كيروش رجل يمكن ليه تاريخ كبير جداً في الكورة العالمية وكمان ده رف أفريقيا فرأي حضرتك في اختياره في الوقت الراهل تمام هو بص النقطة دي تنقسم إلى جزئين الجزء الأول اختيار مدير فني أجنابي في التوقيت الحالي أنا شايف أنه ده كان خطأ يعني احنا في التوقيت الحالي احنا عندنا الوقت مزنوق جداً بنتكلم الشهر الجاي شهر أكتوبر على طول عندنا مباراتين يعتبروا حاسمتين في تصفيات كاس العالم مع منتخب ليبيا مباراة خارج ملعبنا في ليبيا ومباراة الأخرى هتكون هنا إن شاء الله في القاهرة فبالتالي ليبيا هي متصدرة المجموعة حالياً ست نقاط مصر أربع نقاط فالمطشين دولهم يعتبروا عنق الزجاجة لو لقدر الله حصل مثلاً هزيمة أمام ليبيا في ملعبها بنسبة كبيرة وحنا بنبعد عن التصفيات كاس العالم فبالتالي التوقيت ده كان الأفضل مدير فني مصري عشان ما فيش وقت إن انت تقدر مدير فني أجدبي دايماً لما بتجيبه بيكون قدامه تجيبه عنده برح من الوقت مثلاً شهرين ثلاثة قبل أي ارتباط مهم عشان يقدر يبص على العيبة طب المدير الفني الانتحاري ده أخباره إيه اللي هو داخل كده بفتح سدره بالبلد يعني هو أصلاً يعني لسه زي ما حضرتك بتقول الأجنبي ده محتاج أصلاً ياخد وقت عشان حتى يفهم طباع يعني فيه فرق كالتشرز بيكون طبعاً طبعاً فأنت لازم تفهم طباع الثقافات وفي نفس الوقت تعرف التكنيك بتاعهم يعني محتاج وقت محتاج حتى تبص على العيبة يعني المفروض يبقى فيه مباراة تشغيلة احنا دلوقتي خلاص الدور يواقف الدوري انتهى وحيبقى فيه بعض مباراة كاس مصر بس عندنا أربعة وخمس مطشوات كاس مصر وحتى مش كل الأندية مشاركة فيها لأن احنا بنلعب بدءاً من دور التمانية يعني فيه بعض أندية كتيرة خرجت فأنت مش هتقدر حتى تشوف اللعيبة يعني فيه أندية انت مش هتفرج على اللعيبة بتاعتها يعني فيه نقطتين غير مطامئنين دلوقتي أولاً التوقيت بتاعة تغيير مدير الفني اللي هو حارق جداً كان المفروض اللي يخلص خالص البطولات وبعد كده نفكر وتاني حاجة أنه أجنبي مش مش مصري وده بيحتاج وقت مظبوط ده با حيترتب عليه نتائجة عمزين أجنبي ما ضربش في مصر كمان يعني فيه بعض الأجنب برضو يعني كان فيه بعض الأسماء المطروحة مثلاً زي باتشيكو مدرب الزمالك السابق زي باترس كارتيرون حتى مدرب الزمالك الحالي لأن المدربين يكونوا أجنب بس ضربوا في مصر آخر 3-4 سنين فيبقى برضو عن ايه هم عارف اللعيبة وكده فيبقى منه ايه هو أجنبي بيستعار في الدنيا لكن لا كارلوس كيروش طبعاً ما جايش في مصر خالص قبل كده ما ضربش في مصر فبالتالي الأمور بالنسبة له هتكون جديدة بشكل كبير جداً زي ما قلتلك عندنا مطشين ليبيا في شهر أكتوبر تصريفات كاس عالم مهمين جداً عندنا بعديهم على طول في شهر 12 بعديها في شهرين برضو وقت دايق حيبقى بطولة كاس العرب للمنتخبات دي بطولة مهمة جداً هتقام في قطر منتخب مصر حيشارك فيها بعدها مباشرةً 9 يناير كاس أمم أفريقيا اللي هتقام في الكاميرون يعني هنتكلم في غضون 3 شهور بالضبط من 10 و 12 وبداية يناير هيكون المدرب الجديد عنده تصفات كاس عالم عنده كاس العرب عنده كاس أمم أفريقيا